انتبه أشقال انتبه أشقال معتها مليون مشاهدة دليل انه فما أشقائنا الجزائريين يتابعوا فينا دونكن سلموا عليهم برشا ونبعثونهم تحية كبيرة برشا وهي من الفقرة الأولى تقريبا يتحقق مليون مشاهدة في 24 ساعة حتى أقل من 24 ساعة شكرا ولا يكبر مسؤولية عليك في فقر يوم اللي مش نحكيه فيها على سنوات التعدي سنوات الضيعة على تونس نحكيه على حكم خاركة النهضة البرح كان ضيفنا في ميديشو سيالي العريض اللي كان حكيه على حكم النهضة من وقتش النهضة ما حكمتش نسمع شنو أقال معاليس أنا أمفي أنه من النهضة أخونة المجتمع أو سيطرة النهضة في عام 2011 ما نش مقوده في الدولة 2012 استمر نفس النسق تقريب اللي كان في 2011 قمنا بكثير من الأشياء الجيدة أحنا وشوركامنا أخفقنا في أشياء هذا يتقيم من ذلك التاريخ إلى الآن واش ندللك على هذا هو أنه توانا احنا عندنا ثمانية سنين ما اللي خرجنا من الحكم وتداولت بعدنا حكمات كثيرة نتوب عنكم تمانية سنين من اللي خرجتوا من الحكم قصدك أنت 2013 ايه 2016 لا يا سعلي انت شوف كيفاش من الجمشيح تفرض لغة لا 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 ما هو نعطي أنا نعطي في رأي ما هو أنت تسأل وانا أوجيب سيلياس بالتالي معناها هاي تداولت حكمات كثيرة معناها توضح حكمات كلها تكون معناها فاشلة وكلها متأامرة وكلها كده نسعلي فما حكومة عملت في تونس حتى كان توبا خرجتش من 2013 فما حكومة عملت ما غير ما تصير مشاورات أساسها الورقة البيضاء اللي يجي من من بليزير هنا هو اللي صاح الحقيقة مش هذه الحقيقة مش هذه بيه أنا بشنا عندي مثال عندي عندي شهادة يتحك شهادة على العصر بره عندي شهادة على العصر بره ذلك اللي هو إياد إياد انتي كنت في الحكومة حكا بلليش كوني كان يحكم فيها كانوا برشة أطراف يحكموا منهم من جينهم حركتهم الشهد أنا جين هو شهد بجنبي ذلك مع الشهد احنا مش نرجع من اللوح مش عرئيس في الشهد مش عرئيس في الشهد هو شهد أي شهد على العصر شهد على العصر انتي هكو فين حكومة كنت انتي أنا كنت في حكومة الوحدة الوطنية اللي كانت حركت النهضة بجزء منها كانت تحكم اي أنا جين حكومة الشهد ما هو قال خرجنا من 2013 من وقت الحوار الوطني وقتها مهدي جمعة تم تكلفه برئاسة الحكومة مهدي جمعة مستقل ولكن هو كان من مقترحين في حكومة علي العريض وكان وزيرا للصناعة في حكومة علي العريض وهكا باش نعديلكم شوية من الباساسيون اللي صارت بين علي العريض ومهدي جمعة نتمنى السعلي راحة طيبة أنا كنت نتمنى نمشي معك راحة أنا عارف شنو خالي ولكن خالي كامل السعليس ميليتار وانشانا نلحق عليك سعلي هم مازالوا ما قالوش عليك مؤقت وقت اللي أفرز اسمي الحوار الوطني قالوا لي رئيس حكومة قلت لهم لا مانيش رئيس حكومة مرشح الحوار الوطني ومبعد بعد من مرشح وليت المختار ومبعد باش نولي المكلف ومبعد مؤقت ومبعد السابق ومبعد السابق بعد وفيت حكومة مهدي جمعة وقت لحكم لحبيب الصيد اللي كان بعد انتخابات 2014 ما كانش لحبيب الصيد ينتمي لا لندق تونس ولا لحركة النهضة ولكن تم تعينه بالتوافق بين الشيخين كما نقوله والحبيب الصيد اللي خرج وفرضت عليه الاستقالة من الحكومة معناها استقالت الحكومة هو جوزت هنا ماتا توضيح صغير هاجر ما تمش تعينه بالتوافق لأنه عينه رئيس الراحل بيجي قايد سيبسي اللي يرحمه وكانت تذكر الحكومة الأولى اللي قدمها السيحبيب الصيد ما كانش فيها حركة النهضة ولكن كان واضح لي ماهيش بيجي تتعدى بليش حركة النهضة ولسي الحبيب عود إلى روفيو ساكوبي وذي يقوله حتى في الكلام بتاعه ودخل حركة النهضة في الحكومة بيجي نجم تتعدى بيجي نجم تتعدى وكانت حكومة التوافق بين الشيخين هكو والي الحكومة الثانية اللي تعديت قدم مجلسه نواب الشعب وقتها الحبيب الصيد زيد فرض عليه أنه يستقيل وبمبادرة قارتاج ومش نوري وكيفيش كان لحركة النهضة دخل فالحبيب الصيد نهارة الباساسيون ومتاعه بينه هو ويوسف الشهد فقال جملة توجه بها في الحضور لقدام ومبيناتهم راجل غنوشي وراءو احنا في مرحلة حساسة من تاريخنا ويلزم الحكومة تمر وإنه حكومة تسلم حتى نجم تتجسل على الأرض وغاق منها الاختيارات وراءو أكشف هذه عملناها بطريقة حضرية نتمنى بإيش الحكومة دي نواصل حتى الإخاذات يجي لأنها كان ما تصير وهي بأس مسير ومش ومش بش 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 يمشيش لذي قالوا المرة ذي عملت مبادرة تمشيش المرة جاية تعمل فتوى سيدي الشيخ وليوري وقتها كانت المبادرة في اقصار قرتاج وتحط يوسف الشهد رئيسا للحكومة يوسف الشهد تحط رئيس حكومة حكمت حكومته وبعد صارت المشكلة مع رئيس الجمهورية المرحوم البيجي قيد السبسي وحركة النهضة كانت مع بقاء حكومة يوسف الشهد وتمسكت بها حتى ولو بعد صار الخلاف الكبير والشرق بينه وبين البيجي قيد السبسي وهكا كان علي العريض يحكي على تمسكهم بحكومة الشهد اللي فعلا قعدت حتى للانتخابات النهضة ما زالت على خيارها اللي جوهروا الاستقرار والإصلاحات وكذا باش تنجم البلاد تتقدم يقول لحطين المشكلة تقولش عليها فقط في يوسف الشهد في رئيس الحكومة أرى وهذا ما يحلش المشكل إذا كان وما نغيرنا تركيش رئيس حكومة ولد نكتماسكهم بيوسف الشهد وقعد يوسف الشهد حتى للاخر بعدها هي جاية حكومة الجملي الجملي اللي هي ما تشكلتش اللي هي اقترحته حركة النهضة لكن هو مش منتميل لحركة النهضة ولكن باقترح من حركة النهضة تحت الحكومة هذه بعدها هي جاية حكومة الياس الفغفاخ اللي كان عينه رئيس الجمهورية بعد ما اختار وما يحطش قلب تونس فأسقطتها حركة النهضة وقت اللي اكتمت المشاورات على تشكيل حكومة الفغفاخ فكان واضح راجل غنونشي قال لا حكومة بدون قلب تونس وقت اللي ما تخلش قلب تونس فسقطت الحكومة نسمعون شنو وقال وقتها راجل غنونشي وقت تشكيل حكومة الياس الفغفاخ مع ابو بكر أكدنا على المشاركة الواسعة ما يسمى الحزام السياسي نريد أن يكون قاعدة واسعة تقوم عليها الحكومة باعتبار أنها ستواجه مشكلات كبيرة ومن جملة ذلك الاستحقاقات الدستورية التي تحتاج إلى قاعدة واسعة مثل ماك مبر إذن لإقصاء أي طرف بما في ذلك قلب تونس إلا من أقصى نفسه في الديمقراطية سيد راجل غنونشي عدم مشاركة حزب في الترتيب الثاني أو كتلة موجودة في البرمان لا يعني الإقصاء نحن لا ما زال لوكس لا ما زالنا ما صنعش معناه حكم يقوم على صراع بين اليمين واليسار ما زالنا ما صنعش نحن ما زالنا في مرحلة انتقالية ومهددون شرط رفض الإقصاء لقلب تونس ولغيرها ولا شرط رفض الإقصاء وسقط حكومة الفخفاق وذلك وقتها كانت أكبر غلطة عاملتها حركت النهضة بإسقاط الحكومة هذه بعد جاءت حكومة المشيشي اللي مهما صار بصراعات بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد فحركت النهضة كانت متماسكة وداعمة لآخر لحظة لحكومة المشيشي البيان اللي عبرنا فيه على التضامن مع غلطة وحزب قلب تونس عبرنا على مواصل دعمنا للسيد هشام المشيشي والحكومته وأنها تمضي أكثر في مزيد الإصلاحات وأيضا في فتح ملفات الفساد الحقيقية في البلاد طبعا الملف اللي شفناها بتاع النفايات وغير ذلك وهذه خطوة جريئة من السيد الرئيس الحكومة أنه بالعكس ما نقولش ما عطرش سرع في هذا الملف وشفنا إجراءات حقيقية فبالتالي نحن مواصلين عليش مواصلين يقول القائل هل أنه عنا وزراء عنا باي على خاطر محاصة حزبية هو هذا الكل مش موجود مواصلين في دعم هذه الحكومة بأنه مصلحة البلاد تقتضي تكون عنا حكومة في الظروف الصعيبة هذه ولا دونك هذو ما مختلف الحكومات اللي اتعدادت علينا واللي حركة النهضة حتى كان ما كانش رئيسها هو رئيس الحكومة من حركة النهضة ولكن كان عندها دور فاعل جدا في المشاورات وفي تشكيل الحكومات هذه وفي إبقاء على رؤساء حكومات وفي زداء إسقاطهم نوراك إياد وأنتي كنت شاهد على العصر هو الكلام اللي قالوا سعليل عريض البارح ما أنت أنا ما نفهموش عليش لأنه إذا سي العليل عريض يقول رأوا حركة النهضة ما حكمتش وحدها في الثمانية سنين اللي فاتوا يتسمع يتسمع كان يقول حركة النهضة ما تتحملش وحدها مسؤولية البلان بتاع الثمانية سنين اللي فاتوا تسمع الكلام ولكن القول بأنه حركة النهضة ما حكمتش في الثمانية سنين اللي فاتوا فهذا معناتها العقل ما يقبلوش لسبب بسيط أولا الحكم رأوا مش فقط أنك تكون رئيس الحكومة معناتها يكفي أنك تكون في الحكومة ممثلا في مجلس الوزراء وتصادق على قرارات الحكومة فأنت تحكم وتتحمل مسؤوليات الحكم وحتى كانك مكش في مجلس الوزراء إذا الحكومة ما تنجمش تواصل لتعيش من غير الدعم متاعك أنت ومن غير التصويت متاعك أنت فأنت فاعل ولو بطريقة غير مباشرة في الحكم وفي الحكومة وبتالي القول بأنه حركة النهضة ما حكمتش ثمانية سنين فإن في ثمانية سنين اللي فاتوا ما حكمتش في تقديري مية عارض مع الواقع الواقع يقول غير حركة النهضة كانت جزء من الحكم كما غيرها روما ينتبقى لحركة النهضة ينتبقى لكل أطراف الأخرى اللي كانت في مرحلة من المراحل جزء من الحكم وبالتالي اليوم القول بعدم معناتها أنه حركة النهضة ما كانش في الحكم روما مسألة بغير معقولة اتصاليا إياد معنا هل هو خروج موافق البراحة أنا مسمعتوش الكل بصراحة ولكن يبدو أنه اللاكس اللي تخل فيه معناتها المحور اللي حاب يحكي ليه سعلي العريض كان الهدف منه هو أنه التنقيص من النقد اللي قاعد يتقع الفرعي العام لتحميل حركة النهضة للمسؤولية كان يمكن أنا تقديري اتصاليا كان يكون كلامه موافق كيف يقول رأوا صحيح هحنا حكمنا صحيح تحملنا المسؤولية ما نتحملوش المسؤولية الكل ما حكمناش وحدنا المسؤولية نتقسموها مع الأطراف السياسية الأخرى الكل ورأوا اليوم إذا فم تحمل المسؤولية رأوا كلنا نتحملوا المسؤولية بأقدار مختلفة هذية كلامي تسمع وكان ينجم يؤدي للنتيجة اللي حب يوصلها ولكن النفي المطلق إنه كما قالها الجملة إنه في الثمانية سنين اللي فاتوا حركة النهضة ما حكمتش هذية تقديري يعطي مفعول عكسي إلى برف اللي احنا اليوم صباح قاعدين نحكي وليه مش نعطيكم معدد المكونات متاع الحكومات نبدأ بالحبيب السيد على خاطر مهدي جمعة كانت حكومة تكنقرات في حكومة الحبيب السيد اللولة كان لحركة النهضة وزير وثلاثة كتاب دولة حكومة الحبيب السيد الثانية كان عندهم زوز وزراء وقتها تنحاو كتاب دولة حكومة يوسف الشهد كان لحركة النهضة كان عندها أربع وزارات وثلاثة كتاب دولة في حكومة الشهد الثانية كان نصيب حركة النهضة أربع وزارات وثلاثة كتاب دولة وفي حكومة الياس الفخفاخ كان عندها ستة وزارات وفي حكومة المشيشي كما تعرفوا كان فيما عدد كامل من الوزراء لا حكومة المشيشي كانوا كلهم مستقلين 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 بمعنى ما ينتمين ولكن نعرف كلنا أنه الثقل السياسي كان عند الحزام السياسي اللي متكون أساسا من حركة النهضة وقال بتونس وقت إلا في كرب معاش كان سمعتنا الحوار الكل البارح استفزتني حاجة في موضوع التسفير مع تعليل عرايب نافى جملة وتفصيلا لكلام تسفير لسوريا وقال احنا خاتينا معنا حتى داخل وكان عندكم حاجة بالرغم للقضاء وقالوا استحق استفزتني برشا معتت ناجم تكون قمت باخطاء من الأجدر أنك تعترف بالاخطاء هذي قل راني أخطأت في هذا المجار راني كنت غالط راني عملت مراجعات من بعض وفقت بروحي لنا كان غالط أما النفي بالطريقة هذه ما فهمتش عليه ورجبت مثال معتنا معايا كنت نفضل كان الياس البارح معتا كان جاوبه بإجابة واضحة بش نقلال لكم حاجة معاش مع بعض إياد أعطيني رايك فيها أوضح اليوم النائب في المجلس الوطني تأسيسي عن حركة النهضة السيد أخشور وموقفه من الدعوة إلى الجهاد وبين أن الدعوة للجهاد أوجبها الشرع وإن كان المقصود بها مواجهة الطغاة والحكام الظلمة الذين يفتون يتفننون في قتل شعوبهم جاه ربي إياد هذا من جريدة الصريح فما أديو من جريدة الصريح مأخوذ عام 2013 بينزيت نزيدك أنا تصريحات تقرين أمين كما تصريحات تقرين حبيب بلوز قال أنا لو كان جيت صغير في العمرة أنا مشيت نجهد سوريا كان وزير نسيت اسمه وزير أشؤون دينية وقتها وكان هو إمام في الجامعة زاد في واحدة من جلسات الخادمين نوردين الخادمي قال أفتع وقتها بالجهاد في واحدة من التصريحات صوروها في خطبة الجمعة وعدينها معنا فكانت التصريحات هذه الكل ما تنجمش تنفيقها هذا أنا اتصاليا ما نفهموش البرتية هذه ما سمعتهاش في الانتصريح لا أسمعت أصدقك ولكن الكلام عليش ما نفهموش لإني في فترات أخرى سمعت كلام مغاير من حركة النهضة واللي هو كان كلام معقول يقول وراه أخطأنا في التعامل مع أنصار الشريعة من اللول ومع ظهرت السلفية الجهادية لأنه اتناولنا الموضوع من وجهة نظر حقوقية وعدم المسم الحقوق والحريات ومتعاملناش مع الموضوع كموضوع أمني أساسا وأنه الخطبة يقضي بعض قيادات حركة النهضة اللي هي دايور بشي أكد لكلام هذية الناس هذوما اليوم ما عادش في قيادة حركة النهضة لأنه في المؤتمر اللي جاء بعد ولي كان فيه فكرة الفصل الدعو السياسي تم إبعاد ناس كما صادق شورو كما حبيب اللوز ولي هو كان إيما في الفترة هذيك في كل كلام كمه هاك ماذا تقول لي لي مش حركة النهضة ما حبيت أقول لي كمين بصيفته شنو يا بله يسامحني عقل عقل بصيفته شنو عضو مجلس الوطني تأسيسي عن حركة النهضة ما حبيت أقول لي حبيت أقول لي أنه اللي صار في المؤتمر والكلام اللي قال كان اعتراف ضمني بسوء تقدير في التعامل مع الظاهرة هذه اليوم نفي هدايا مطلقا كما نفي الحكم في تقديري اتصاليا راه يعطي نتيجة عكسية وما يخليش المتقبل يكون منفتح باش يسمع ويفهم وحتى التصريحات كي يعملوا سياسيين تصريحات ماذا بهم يتفكروا أصريح عني العراية في حد ديت يلعبوا في الرياضة مع رشد رشنو مش هو مش هو أما هو وزير الداخلية وقتها نتقرسم أما هو وزير الداخلية وقتها نتقرسم متاع وزير الداخلية يقول حاجة ما عطي أنت موافق عليه لليه جسد وضفنا بللي سامحني كان أنا معتنجم يكون مغفل برش يخي نتقرسم متاع وزير الداخلية يقول حاجة نجم يكونوا زير الداخلين في بلوش ولا ما مش موافق يخرج يقول مانيش موافق أيها مغوز كت ما قادش وتلعبوا في الرياضة وبعدك ومريدتوا الرياضة كيفش ولت معتها الرياضة ولت أنواع معتها هذا يخلي عندك نوع من المسؤولية السياسية هذا مفيش وقلتش أنا معتها حركة النهضة متورطعة بطريقة مباشرة في اغتيالات خلاصة الكلام أنا في تقديري اليوم المطلوب من الطبقة السياسية الكل وأنا كان جيت ما زلت نعمل في السياسة راني الكلام هذي نطبق على روحي أول واحد هو أنه البلاد محتاج أنه طبقة السياسية تعمل نقدها الذاتي لأنه اليوم المأزق لموجودة فيه البلاد نحب ولا نكره الطبقة السياسية بيطمي طميمها مسؤول عليه كان كل واحد بيش يقول لا أنا منيش مسؤول والآخر يقول أنا منيش مسؤول ما حلينيش مشاكل البلاد يلزم نعرفه وين صارت الأخطاء وين صارت الإخطاقات الإخطاقات بيش في المستقبل نبنيه على حاجة صحيحة العدم الأحديث على المسؤولية أنا في تقديري كلنا مسؤولين اليوم على الوضع اللي وصلته للبلاد ويلزم ناقفوا على نقاط الضعف والأخطاء اللي صارت بيش تتصلح في المستقبل وإذا ما نعترفوش بالأخطاء روما نجموش نقدموه في المستقبل أوكي صارت الأخطاء لازم تخرجوا تقول إحنا نتشاركو كما قال في المسؤولية ولا إحنا حكمنا ولا كانت أسبابنا هذه خطر من فما حتى حكومة كانت تتشكل من غير ما تتعدى على حركة النهضة وعلى مون بليزي أنا حابيت كامل بيساج اليوم الأستاذ المستمعين اللي توانسة بصفة عامة مخطئون جدا اللي يتصور روحه أنه ينجم في فترة الماء يكون قوي برشا ولين ما نجمش يتيح هذا اللي أثبته التاريخ نتعنا في البلاد هذه في تونس بورقيبة لا يرحموا زعين بورقيبة ما كانش يتصور أنه فما نهار ينجم يجي كما 7 نوفمبر بن علي ما كانش يتصور أنه فما نهار يجي كما 14 جنفي حركة النهضة ما كانش تتصور بكل اللي يفهم نهار يجي كما 25 جويل كما اللي يحكموا فينا اليوم ماذا بينا يقرأ وحسابهم لنهار ذاك والخدمة بضمير وبإخلاص هي السبيلة الوحيد خاطر روما ما ينفح حتى حد روما ينفح حتى حد خاطر كانت تصور روحك اليوم أنتو شابل فانك غلط برشا في الحسابات منتاعك كل واحد ماذا بينا يراجع روحه ويخدم ضمير قد ما ينجم خاطر نهار اللي يتيح روما مشك يعطيك صحة هجر بركة لو فيك يدي يعطيك صحة بركة